المحارضة الراقشة هل الكنيسة اللي هو مضبوب انه يضاقي نفس العقوبة بعد ان يتولى قانونيون مصريون عليهم خبرة بقلقة بقانون الدولي اقامة التعود المحارض الاساسي هو براك حسين اوباما براك حسين اوباما هو اللي حرق جماعة الاخوان ومؤولهم لتدمير مصر فحرق الكنائس وتدميرها وقتل الاخباط بند من هذه البنوط ما نحن فيه الان من وقف سكة حديد اللي هو وقف حال هو خطة من تدمير مصر اللي دفع فيها يقال براك حسين اوباما من دفع الدرائب الامريكيين من 4 مليار الى 8 مليار دولار حولت الاحسابات التنظيم الدولي في صورة الشركات التي املكها ده مكتوب تماما اما الاردع والموضوع اللي لابد يتمنى اي هزم من الاحزاب او قانونيين لان احنا هنا بالخاطب حرق الخناس بالخاطب انفسنا والشعور الفياض اللي طلع من الفريق سمعانان والمبادرة الطبيعية الخنبية اللي طلعت من مهندس حساب الله كافراوي ما هي الا تعبير عن ذلك نحن نخاطب انفسنا هنا بالدرد لكن لابد ان يعرف العالم ما حدث في مصر لان الكنائس الاثرية بالدرد ليست ملك مصر وليست ملك اللقباط ولا اي حد اخر هي ملك العالم تبقى الغنون الجونسكو هي ملك العالم وكتبت مخالات وقلت عدة حديث ان الاخبار تساموا فوق احزانهم وما حدث لهم لاعتبارهم ان هذه الفتنة في مصر وفضتنا فرصة على الاخوان وغيرهم من الطائرات الاسلام السياسي ان احنا نشعل هذه الفتنة بل كمنا نطفئها وقدسوا بابا قواطر الثاني قال ان الحاق الكنائس هنصلي في المساكل اشتركوا في القناة